الآن خلينا ناخد أسئلة أكثر صعوبة يعني رتم أعلى تمام يعني تنوع أفكار خدوا هذا السؤال لو كان عندي صاد بساوي اللي هو هاقس خمسة زائد لوها قاطع السين اللي هو قاطع السين تمام تمام الآن أستاذ أنت سؤالك بسيط نحن نعرفين أنه بسيط بس هنا فيه يعني ترك خفيف وممكن يوقعوا فيه أغلب الطلاب شو هو؟ اللي هو هاقس خمسة بيجي بيقول لك إيه هذا اقتران قسي مشتقة القس في الاختران نفسه وبنزل خمسة وخمسة هاقس أربع مرات فيه طلاب أكيد هذا أكبر غلط ليش؟ لأنه هاقس خمسة كله هذي أعتبر ثابت ومشو مشتقة الثابت صفر خلص خلصنا منه ما بفكر فيه يعني ما يجي حد يحكي لي شو القاعدة اللي بتمش عليها هاقس خمسة فيه الشي أستاذ ثابت مع ثابت ما فيه ثابت مع ثابت ثابت دعطينا ثابت ثابت شو مشتقة صفر انتهينا هاي فكرة السؤال هاد هاد أكيد أنتوا عارفينه القاطع اللي هو قاطع الضغط طب شو مشتقة صاد صاد فتحة هاقس خمسة حكينا ثابت شو مشتقة الثابت صفر تمام؟ زائد شو مشتقة اللو مشتقة ما داخله على نفسه شو مشتقة القاطع يا أستاذ قاطع الظل قاسين ظل سين على نفسه اللي هو قاطع سين صح؟ صح قاطع ما قاطع بشيله بعض والصفر بروح صفي صاد فتحة اللي هي ظل سين ببساطة الأمور يعني أسهل مما تخيلوا لا تحتوا السؤال أكبر من أهميته تسطحوا في التفكير إنه هاد أبصر ويش وإيه ها أسخة تروح تشتق وتعمل وتعمل لا في الشي ثابت ثابت مشتقة ثابت صفر انت هنا كيف لما أخذنا التكامل اللي هو المحدود ويكون جو ما شو ما داخله شو مشتقة صفر ما باب يعني ولا يعني بتطلعش على تكامله من جوه راح بلش تكامله خلط في شغلات لا تفكروا فيها تمام خلينا أخد كبير سؤال لو اجيت عطيتكم صاد بساوي جذر واحد زاعد ها أسهل 2 سين هاي فكرته مشتقة الجذر التربيعي ومشتقة الجذر التربيعي مشتقة ما داخله على اثنين ضرب الجذر نفسه صح صح بس انا شو عملت حطيت فكرة اللي هو الاقتران القسي الطبيعي ومشتقة القسي الطبيعي جوهت اذا راح تيجوا تحكويني اثنين ضرب الجذر نفسه شو هو الجذر نفسه واحد زائد هاقس اثنين سين في اختصار في اختصار فيش اختصار بخليه ايش بابسط صور يعني هون اثنين مع اثنين بشيلوا بعض بصفي صاد فتحة بساوي هاقس اثنين سين على جذر واحد زائد هاقس اثنين سين ببساطة يعني احنا بنلعب بالافكار بس المبتأ نفسه خلينا ناخد كمان سؤال لو كان عندي بيجي بحكيلي صاد بساوي سين في لو هاق هاقس سين تربيع اوه هون فيك فكرة جديدة شو هي احكينا عنها هس لما يكون هاق هاق احنا تعودنا لو الهاق للهاق واحد صح بس عشان اطبق هاي القاعدة هاقس سين تربيع السين تربيع بدأ اخلص منها ومن قوانين اللغريتمات زي ما علمتكم بقدر اخلص منها كيف اني اجيب السين تربيع الى ما قبلها طب اتصاد في قبلها سين عادي اضربهم بعض وين المشكلة وينط طب صاد بساوي سين ضرب مش جبنا سين تربيع ما قبل اللغريتم هاي سين تربيع ومنحط لو ها الهاق صح صح طلع الدياضيات سهل اذا انتو سهلتو اذا انتو صعبتو سير لغة ثانية تمام طيب هسا لو الها الها هايش قيمتها واحد تعودناها واخدناها مسابقا صح شو صف عندي الاقتران صف عندي صاد بساوي سين في سين تربيع سين تكعيب انا لسه مش تققيتش انا بس بزبط في المسألة بعرف قوانين اللغريتمات بعرف اتعامل محا طلع شو صارت المسألة بسطها لابسط صورة اشتققين هذا اخ الهمنا اللي هو ثلاثة سين تربيع طب يا استاد ما هو فكرته لغة ثم وقص شو عمله في الشي انا بعرف قوانين اللي هو اللغريتمات انه بجيب السين تربيع منها قبلها ولول هاها واحد شغلت اللغريتم وشغلت للقص في حركة واحدة لما حركت السين تربيع الى ايش ما قبل اللغريتم راح للقص واللغريتم حركة بعدين صارت المسألة السين تكهير اشتقتها سهلها تسهل ازا ما نقولها صغيرها بتصغر وكبرها بتكبر